نقم الآن بتحديث لتداولات سوق الأسهم السعودية مؤشر السوق لا يزال يتداول فوق الـ 12 ألف نقطة التي أعاد إليها السوق ليتداول فوقها بنهاية الأسبوع الماضي آخر مرة أغلقنا فوق الـ 12 ألف نقطة كان في الخامس من سبتمبر الماضي مع نهاية الأسبوع الماضي نعود فوق هذه المستويات والارتفاعات إذن مستمرة قيم التداولات منخفضة نسبيا حتى اللحظة لا تزال أقل بقليل عن الأربعة مليار ريال نظر على الأسهم الأكثر نشاطا ولربما أيضا عدد من الأسهم التي نراقبها من بينها طبعا سهم إعمار تحدثنا عنه مع بدء الخطوة الأولى من العملية المركبة لإعادة هيكلة مركزها المالي مسك على مكاسب نصف النقطة المئوية مسك أعلنت عن تسهيلات بنكية إسلامية مع بنك الإنما بواقع 100 مليون ريال لأغراض تمويل رأس المال العامل وأيضا تمويل الضمانات البنكية سال السهم مرتفع بـ 1.7% وذلك بعد إعلان الشركة عن قبول مجلس الإدارة استقالة العضو المنتدى برئيس تنفيذي للشركة فيصل البداح الذي كان قد انضم إلى سال في عام 2022 وأيضا رسن متراجع السهم بـ 2.3% توقيع شركة تابعة لها وهي تأميني لوساطة التأمين الإلكتروني وقعت اتفاقية تقديم خدمات وساطة تأمينية لتقديم منتج تأمين على المركبات المؤجرة بالتمويل مع شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل السهم متراجع بـ 2.4% اليوم الملفت سهم البحر الأحمر السهم الأكثر نشاطة من حيث القيمة 170 مليون ريال وأيضا من حيث القفز السعرية اليوم عليه بـ 9% نوقع نظرة على هذا السهم المرتفع منذ القاع في الخامس من أغسطس كان قد سجل مكاسب صاروخية حقيقة بـ 140% قبل أيام كان هناك خبر عن توقيع الشركة لعقد للأعمال الإلكتروميكانيكية والبنى التحتية بمليار ونصف المليار ريال لكن الارتفاعات على السهم تسبق بكثير هذا الإعلان الأسهم الأكثر تداولا أيضا نلحظ مياه هنا تعود إلى هذه القائمة ومكاسب قوية بـ 4% الراشحي بعض التراجعات يبقى فوق 89 ريال قد بأعلى مستوياته في 6 أشهر سهم أرامكو قريب من 27 ريال ونصف الريال إذن تحسن بعض الشيء أرامكو بعد ارتفاعات أسعار النفط الأسبوع الماضي هذه لائحة الأسهم الأكثر انخفاضا جمجوم والمعمر تراجعات بحدود 4% ها هي سينومي ريتيل أيضا انخفاضات بـ 2% واللائحة الأكثر ارتفاعا البحر الأحمر سعودي الألماني الصحية أيضا ملفتة ارتفاعاته اليوم بـ 5% ولما لا نتحدث أكثر عن السعودي الألماني الصحية وحركته في جلسة اليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر